القانون اللي انا هقول لكم كمان شوية واقدر اعرف من خلاله خيمة المقاومة بتاعتي. يبقى جهاز الاي ار ده ليه اربع اطراف جواه مولد. هنشوفه دلوقتي. اتنين. عايز اربع قطبان صل. القطبان دي اه بالبلد كده اسياح حديد. ودي اللي هتمثل الالكترودات اللي انا هختبر بيها الارض بتاعتي او التربة بتاعتي. تلاتة. اربع كابلات معزولة. عايز منك ايه? اربع كابلات معزولة. عشان اوصل ما بين الجهاز الاي ار ووصل ما بين الالكترودات بتاعتي. تمام? طيب نبص كده مع بعضين على الرسمة. هنلاقي هنا ان الجهاز بتاعي ادي جهاز الاي ار اللي موجود قدام حضراتكم اهو. شايفينه? تمام? الجهاز ازا هنا علشان اقدر اخد منه اللي انا عايزه. فليه طريق التوصيل معين. ازاي? هتلاحظوا هنا ان انا عندي الاطراف بتاعتي اللي انا بوصلها واحد اسمه بي واحد وبي اتنين. وسي واحد وسي اتنين. اه عندك وصلت هنا انت بي واحد واثنين على الالكترود اللي في النص. وصلت هنا سي واحد وسي اتنين على الاتنين اللي في الطرف. يبقى هنا في طريقة توصيل معينة هنلتزم بيها اه. في طريقة توصيل هنلتزم بيها. هتلاحظوا حاجة هنا مهمة خالص. بصوا معايا كده. هتلاقوا دايما ان المسافة ما بين كل الالكترود والتاني. هنا بيقول لي هنا كام ايه? يعني ايه? يعني لو افترضنا ان انت هنا خليت المسافة ما بين اول الالكترود وتاني الالكترود خمسة. مسلا يعني خمسة متر. يبقى حضرتك هنا هتخليها خمسة متر وهكذا. ازاي ننفذ الكلام ده يا استاذ بقى? ها? مع بعضينا كده لو سمحت. حضرتك باش مهندس كهرباء. والمفروض انك انت تمشي في خطوات مسلسلة. علشان تقدر تنفذ العملية بتاعتك بطريقة صحيحة. لان حضرتك ممكن دلوقتي وانت بتنفذ اه التجربة بتاعتك او ان ان انت بتعمل عملية قياس للمقاومة بتاعت الارض. تكتشف حضرتك ان المقاومة بتاعتك هنا اه مش صحيحة. ليه? لان انت ما نفذتش او ما وصلتش بطريقة صحيحة. يبقى احنا هنا دايما نقول او ناخد بالنا كويس جدا. ان المكونات اللي احنا حصلنا عليها والهدف اللي انت عايز تحققه. الاتنين دول عشان توصل بيهم للكفاءة بتاعتك. وتقدر تقيس المقاومة صورة عالية جدا. لازم ننفذ التجربة بتاعتنا بطريقة صحيحة. منهم مثلا على سبيل المثال لو انت زرعت الاربع الكترودات ما بينهم بعضيهم مسافة مختلفة. يبقى هنا التجربة بتاعتك اه ما كانتش ناجحة. وبالتالي مش هيدي قيمة صحيحة للمقاومة. وبالتالي حضرتك هنا يبقى القياسات بتاعتك اه مش مزبوطة. طيب ايه كمان? كمان نوع الكابل اللي انا هوصله اللي انا هوصل الكابل بتاعي ما بين الالكترود وما بين الجهاز الاي ار برضو من الحاجات المهمة. ما تنساش ان الجهاز نفسه لازم ان يكون اه انا كنت مجربه ومطمن عليه عملت تست او اختبار للجهاز بتاعي عشان نضمن ان الجهاز بتاعي هيقدي الدور بتاعه بكفاءة وبالتالي نقدر نقول هنا ان احنا قدرنا نحصل على الشكل اللي انا عايزينه في الدائرة بتاعتنا. نشوف مع بعضين هنا اول حاجة هنقض بنا منها بيقول لي تدفع الالكترويات الاربعة في الارض في خط مستقيم بحيث يكون المسافة بين الالكترويات متساوية. يعني ايه الكلام ده? يعني دلوقتي انا عندي جبت الجهاز بتاعي ادي جهاز الاي ار اهو الجهاز ده زي ما حضراتكم شايفين عندي فيه شاشة جواه مولد المولد بتاعي ده اللي هو الاي ار ده عشان يولد لي الجهد هنا عندي كم طرف اربع اطراف تمام عندي كم طرف هنا اربع اطراف عندي اتنين اسمهم سي يعني سي واحد وسي اتنين وعندي اتنين اسمهم بي اللي هو مثلا بي واحد وبي اتنين الفكرة كلها ان حضرتك دلوقتي لما تيجي لو افترضنا ان دي سطح الارض بتاعتي ان انا هنا لما هزرع الالكترويات بتاعي ايه دي الالكترويات اهو لما اجزرعه في باطن الارض المسافة ما بينه وما بين الالكترويات الاخر تكون متساوية مسافة بينهم تكون ايه يعني لو افترضنا مسلا المسافة دي ايه يعني خمسة مسلا متر يبقى المسافة من هنا خمسة متر طيب هو احنا هنخط اي رقم يعني مسلا انا اعمله خلاص وزي ما تطلع ولا حضرتك محتاج قيمة معينة انت عايز اشتغل عليها لا احط الرقم اللي انت عايزه بس لازم ان تكون عارفه لان الرقم ده انا هاخده كمان شوية وهدخله في عملية حسابية في الخانون بتاعي تمام يبقى الاربع هزرعهم وقادي اه اتنين كمان برضو بنفس الطريقة وهنا انا حصلت على المسافة اللي احنا اتفقنا عليه لو خليت اول واحدة خمسة فخلاص يبقى ما بين الاول والتاني خمسة يبقى التاني والتالت برضو خمسة والتالت والرابع برضو خمسة متر وابدأ اوصل الاجهزة بتاعتي او ابدأ اوصل التوصيلة بتاعتي بالشكل اللي احنا كنا قلناه من شوية كده دلوقتي تمام بحيث اني بي واحد وبي اتنين ياخدوا الاطراف اللي في المنتصف ادي بي واحد اهو انزل انت تاخد العنصر الاولاني او الالكتروض اللي في المنتصف وبي اتنين كمان ياخد الالكتروض اللي في المنتصف يبقى هنا بي واحد واثنين خده لفين خده اللي في المنتصف طيب بلون مختلفة اهو طيب سي واحد وسي اتنين سي واحد وسي اتنين ينزلوا ياخدوا اللي على الاطراف ادي واحد وآدي الطرف التاني وليكن الالكتروض مع الوضع في الاعتبار ان انا كانسلت الالكتروض ده او مش موجود معي يبقى هنا ادي عندي الكتروت اتنين تلاتة اربعة اللي في المنتصف خده البي واللي على الاطراف خده السي النقطة دي مهمة جدا لان في ناس بتتلخفن او بتتلغبطنا بينهم وبالتالي بيوصل بطريقة غير اللي احنا متفقين عليها فيلاقي ان التجربة بتاعته ما نجحتش في قانون او عندنا معادلة هنشتغل بيها المعادلة دي هنشوفها مع بعضنا دلوقتي بيقول لي هنا انه عشان يقدر يحقق عملية القياس بطريقة صحيحة بعد ما بيزرع الاربع الالكترويات ويخلي المسافة ما بينهم منافسة او متساوية بيبدأ يوصلهم بطريقة صحيحة اللي هو السي واحد واثنين دول بطوع الطيار وهيكونوا على الطرف والبي واحد واثنين هيكونوا الجهد ودول هيكونوا اللي فيه المنتصف طيب القانون او العلاقة اللي احنا نشتغل بيها بيقول ايه القانون بيقول لي ان البي وهنا بيتكلم بالبي هنا اللي هي قيمة المقاومة بتاعة التربة اللي انت بتكتشف فيها او اللي انت بتبحث فيها وعايد ستحسبها هيساوي اتنين في الار في الايه طيب لو سمحت بعد اذنك عايز ان نعرف منك مين البي بقول ان هي المقاومية المتوسطة ودي تتقاس بالقوم لكل متر او القوم متر لاننا هنا محتاج احسب قيمة المقاومة بتاعتي اللي موجودة عندي للمتر المربع اتنين ار بقى نفسها هي قرأة الجهاز بتاعي الجهاز بتاعي هيقرأ لي رقم على الشاشة ده هسميه ار وده بيكون عندي القيمة بتاعته بتكون بالقوم تمام طيب الايه دي بنسميها المسافة ما بين النكترودات ودي انا سبتها حضرتك انت اللي تحددها لكن القيمة اللي انت حددتها المفروض ان انت يكون عرفها عشان تحطها في المسألة بتاعتك يبقى مجرد ما حضرتك تنفست التجربة بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه ووصلت التوصيلات اصبح معاك القانون بتاعك اللي احنا قلناه ان هو البي بتساوي اتنين في ار في ايه هتحسب واتدخل القيم بتاعتك هتطلع لك قيمة المقاومة بتاعتك اللي هي قيمة مقاومة الايه قيمة مقاومة التربة مقاومة التربة اللي انت حضرتك استهد دلوقتي حاجة من اتنين ياما المقاومة منخفضة والدنيا تمام وزي الفل يبقى هنا الارض اللي انت بتتكلم فيها تصلح لان انت تعمل نظام طريق ياما اكتشفت حضرتك ان المقاومة عالية اكتشفت ان المقاومة عالية قدامك حل من اثنين الحل الاولان ان ان انت تغير المكان يعني هفترض دلوقتي ان انا لقيت عندي المقاومة عالية جدا وبالتالي النظام التقريد او منظومة التقريد مش هتصلح وبالتالي مش هتقدي دورها يبقى انت قدامك دلوقتي ان انت تغير المكان طيب الحل التاني الحل التاني ان حضرتك تعمل حاجة اسمها تحسين لمقاومة التربة هو احنا نقدر نعمل تحسين لمقاومة التربة موضوع التكلفة لان انا في الاخر برضو ما انا هصرف انا كشركة كهرباء او حتى كواحد مسؤول انا صاحب مكان هصرف وهجيب مكونات وهخط حاجات وبالتالي ببدأ اوازن ما بين التكلفة اللي انا هصرفها وما بين ان انا ممكن اسهالي ان انا اغير المكان واعمل نظام التاريط في مكان اخر يبقى انت دلوقتي انا بديتك حلين اللي تختاروا فيهم على حسب حساباتك انت الشخصية حسابات الشركة اللي انت بتشتغل فيها وعلى حسب التكلفة كمان انت بتقرر ان ينظام فيهم ونشتغل عليه تعالوا معايا نشوف لو احنا دلوقتي الالكترودات التاريط بتاعت دي قسموها او صنفوها الى قسمين قالوا ان عندهم حاجة اسمها الالكترودات مخصصة للتاريط الالكترودات مخصصة يعني لما صنعوها صنعوها عشان تبقى تقوم بعملية التاريط وفيه الالكترودات موجودة في المبنى تمام هنبدأ الاول باول نوع اسمها الالكترودات موجودة في المبنى الرسمة اللي قدام حضرتكم بتوضح اللي انا بقوله دلوقتي بيقولك هنا ان هنا عنده افترض معاك ان ده المبنى بتاعك البيت او المكان اللي انت عايش فيه دي هنا اللي فيها دوائر صغيرة دي بيمثل الحيط نفسه الحاقت بتاع المبنى بتاعك الحاقت ده هنا مر فيه او معدي منه انبوبة مية المصورة بتاعت المية المعدنية دي تمام وعندك انت هنا عايز تعمل نظام تقريد عمل ايه راح موصل الجسم او موصل قضيب التقريد الرئيسي اللي عنده وصله مع انابيب المية اللي عندي مش كده وبس ده راح كمان واخد منه طرف كمان وراح زارع الكترود تقريد في الطربة او في باطن الارض ووصل عليها كمان منظومة التقريد يبقى هنا انا عندي حاجتين عندي الكترود انا زارعته وعندي كمان مصورة المية بتشتغل كالكترود طاري في النقطة دي بيقول لي لما اتكلم معنا الالكترودات الموجودة في المبنى قال لي وهي استعمال نبيب المياه والغاز المتصلة بشبكة التغذية العامة كالكترودات طاري كمان استعمال الهياكل المعدنية في المبنى وبالتالي خلينا نقول هنا مع بعضين ان احنا لما قلنا الكترودات موجودة في المبنى احنا بنتكلم على عناصر لما احنا اشتريناها وركبناها عندنا في البيت كليها دور اصلا يعني ايه يعني حضرتك لما اشتريت مصورة المية اشتريتها عشان تنقلك المية من مكان لمكان صح كده ونفس الكلام او نفس الحال بالنسبة لمصورة الغاز مثلا الاسياخ الاسياخ المعدنية اللي احنا بنحطها في الصبة في الخرصانة الحاجات دي معدنية واحنا لما اشتريناها اصلا موجودة وبتقدي الدور بتاعها لكن احنا كما جاء الكهرباء هنستخدم الحاجات دي ونقدر نستفيد منها استفادة جديدة الا وهي نشتغل بيها على انها الكتوريديات تقريد مش هنكتفي بيها لوحدها احنا اوكي هنعمل منظومة تقريد لكن عايز اقول لحضرتك ان منظومة التقريد وجود المية او مواسير المية والغاز والهياكل المعدنية اللي في المباني هتساعد في ان منظومة التقريد تأدي دورها وتقوموا بكفاءة يبقى انا هنا استفادت من موجودها من غير ما تيجي تكلفة علي كصاحب مبنى او كصاحب منشا تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان الحاجات اللي موجودة عندنا احنا استخدمناها واشتغلنا عليها من غير ما نكلف نفسنا تكلفة اخرى لكن في بعض الاحيان الكلام ده مش بيكون كافي فبنتطر ان احنا نعمل ايه؟ فبنتطر ان احنا نروح نجيب حاجة اسمها الكتوريديات مخصصة للتقريد الكتوريديات المخصصة للتقريد يا شباب بتكون فكرتها بمنطقة البساطة اشكال مختلفة وهنا اللي بيحدد الشكل بتاعي نوع التربة بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك مثلا يعني عمرك ما هتشتغل في الارض الزراعية زي الارض الصحراوية زي مثلا الارض الرملية او الارض الصخرية كل نوع تربة من انواع ديه بيكون ليه تعامل مختلف وبيكون ليه فيه وظيفة مختلفة وبالتالي بنجيب الكتوريدي يتناسب معي هنشوف مع بعضنا دلوقتي النوع الجديد او النوع الاخر اللي هي الكتوريديات المخصصة للتقريد بنقول فيها فيه الكتوريديات مطفونة في الارض يعني احنا هنعمل الكتوريدي بالبلد كده سيخ حديد وهدفنه او هزرعه في باطن الارض تمام؟ اثنين الكتوريديات قطبان محاطة والخرصانة اللي هي انا هستخدم الاسياخ اللي جوه الخرصانة اللي عندي دي كالكتوريدي تقريد الشرايح والاسلاك والكابلات المطفونة في الارض واخر حاجة عندي الشبكة المطفونة في الارض اللي هي بيسموها حصائر التقريد تمام؟ نبدأ باول نوع اسمه الكتوريديات مطفونة في الارض لما تكلم عنه قال لي انه عبارة عن قضيب بيصنع من الصلب او الحديد ويدفع رأسيا في باطن الارض خلي بالك انت لما بتزرعه في باطن الارض بينزل عن عمق اللي هيقل عن كام؟ عن 3 متر تمام؟ عن طريق الدق بواسطة مطرقة يعني حضرتك دلوقتي لو عندك الارض اتنية بتاعتك فبتيجي جايب القضيب بتاعك اللي هو قضيب التاريط وقادي دي صدفة طربة فباجي حاطة الالكتروض او القضيب بتاعي وابدأ اضغط عليه او اطرق عليه لحد ما ينزل في باطن الارض العمق اللي موجود فيه الالكتروض في باطن الارض ما يقلش عن 3 متر ليه؟ لان كل ما حضرتك احنا مش قلنا وتكلمنا على من ضمن العوامل يتوقف عليها قيمة المقاومة قلنا ان العمق من سطح الارض وبالتالي كل ما تنزل في باطن الارض اكتر كل ما دا كان معناه ان حضرتك هيكون المقاومة عندك اقل وبالتالي الكهرباء تتصرب في باطن الارض بصورة افضل من الاول علشان كده احنا مش هنكتافي بان احنا هنخليها على وش الارض لا احنا هندفعه في باطن الارض بحيث ان العمق بتاعي يكون عالي او يكون كبير تمام؟ نرجع تاني نقول ان في حالة وجود طبقة صخورية يعني انا ممكن وانا بشتغل هشتغل في المنطقة فيها صخور تمام؟ فالعمق هنا بيكون عمق صغير يعني ما بيبقاش عندي المسافة كبيرة في الحالة دي بعمل ايه؟ انا بقى ببدأ اعمل مجرى في الارض على عمق حوالي واحد متر واتفن فيها الالكتروت بتاعي بس هنا بتفنه فقيا او ميل بزاوية كام خمسة واربعين يبقى احنا هنا عندنا حاجة من اتنين او عندنا احتمال من اتنين ان الارض بتاعتنا ارض تانية زي اللي احنا عايشون فيها كده في الصعيد وفي الدلتا الارض طبيعتها ارض تانية فانا مجرد ما هدفع الالكتروت في باطن الارض هينزل معايا ما عندوش مشاكل تمام؟ ولما طلب منك انك تنزله على عمق ثلاثة متر برضو مش هيبقى عندك مشكلة لان من خلال الطرق عليه هيبدأ ينزل وياخد الوضع بتاعه وبالتالي احنا قدينا دورنا طيب لو كانت الارض صخرية الارض بتاعتك لو صخرية الموضوع هيختلف تحت الارض بعمق واحد متر تبدأ تعمل حفرة وتخلي القديب بتاعك بشكل افقي خلي القديب بتاعك بشكل ايه؟ بشكل افقي او لو ادرت وعندك القدرة وعندك المعدات هتخليه ميل بزاوية خمسة واربعين ان انت تتغلب على مشكلة الطربة اللي انت مش قادر تحفر فيها او تزرع فيها الالكتروض فبتحاول تنوع الشكل بتاعك يبقى لو انا ما عنديش استطاعة بعد واحد متر هعمل مجرى وهاجي منين فيها كده فيبقى الوضع بتاعه وضع ايه؟ وفقي او لو انا قدرت ان انا خلي المجرى دي ميل بزاوية خمسة واربعين يبقى انا هحط القديب بتاعي في المجرى بتاعتي بعد ما عملتها لحيث اني اضمن انه يسرب لي هذه الشحنات الى باطن الايه؟ الى باطن الارض تمام؟ نشوف مع بعضين النوع كمان اه دي الاشكال شكل الاولاني عندك هنا القديب بتاعك زرع في باطن الارض ووصل عليه زي ما انتو حضراتكم شايفين القديب بتاعي ووصل عليه الكبل بتاع التقريد او موصل التقريد وهنا ما سبكش كده لا هلا خلي بالك ان المسافة هنا كام هه؟ تلاتة متر على الاقل يعني ممكن ان حضرتك تخلي المسافة اكبر ده نوع كمان بس هنا بدل ما يحطه مباشر لا عمل علبة حوالين موصل التقريد علشان يضمن ان هي ما يحصلش فيها تآكل لان نخلي بالك من ضمن المشكلات اللي هتقابلك ان التربة هتاكل قديب التقريد وتاكل الموصل ففي الحالة دي هنعمل ايه؟ بيحل المشكلة دي في ان هو بيحط مادة علشان يحمي القضيب بتاعي لكن برضو في الآخر القضيب هيتاكل بعد فترة زمنية وهنغير ده شكل كمان اهو هنا حطه بميل بزاوية خمسة واربعين درجة وشكل آخر هنا بقى بيقول ان الارض خلاص بقى الارض سخرية انا مش قادر احفر فيها وبالتالي هحطه بعد عمق واحد متر فقط ولكن هيكون محطوط بشكل ايه؟ افقي يبقى الاشكال المختلفة اللي قدامكم اللي بيحكمك فيها هو نوع التربة بتاعتك ننتقل بعد كده على نوع جديد قالا وهو الكترودات قطبان محاطة بالخرصان يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي لما بتصب البيت عندك فبتكون عندك المكونات بتاعت الصبع بتاعتك الاسمنت والرملة والزلط بنحطهم جوه قالب القلب ده اللي هم عاملينه النجارين بيبقى جواه اسياخ من الحديد الاسياخ بتدي القوة للمبنى بتاعي بالبلد كده هي اللي بتشيل المبنى اصلا وبالتالي دورها مهم جدا في المبنى احنا بقى هنستخدمها استخدام كمان عندنا في الكهرب ازاي؟ هنيجي موصلين قضيب التقريد الرئيسي بتاعي ده على الموصلات او على الاسلاك او الاسياخ بتاعتي وبالتالي هضمن هنا ان اي طيار قصر او طيار خطأ موجود عندي في المبنى هتخلص منه اول باول طيب تعالوا نشوف مع بعضين الكلام ده بيتم ازاي؟ ازاي حضرتك بتجيب الاسياخ؟ بيقول لي بتستخدم هذه الطريقة في الاراضي الصحراوية ذات المقاومة العالية يبقى انا دلوقتي لو الارض عندي ارض صحراوية والمقاومة بتاعتها مقاومة عالية هستخدم هذا النوع من التقريد بيعمل ايه بقى؟ بيحطيلي الموصل بتاعي اللي هو المحط بالخلصانة ده وقبل ما يصبه بيبدأ يوصله على قضيب التقريد بتاعي الميزة بتاعت الطريقة دي انها بتديني مقاومة عامية صغيرة ممكن توصل لقال من واحد عام تمام؟ التقريد تستخدم فين بقى؟ بيستخدم التقريد دايما في نطاق واسع للحصول على تقريد جيد لابراج نقل الجهد العام يبقى من الحاجات اللي احنا عايزين نراعيها اني لما اجي اعمل منظومة تقريد اراعي انا هعمل تقريد لايه؟ فمدلا على سبيل المثال الطريقة اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي الاسياخ المحاطة بالخلصانة او القطبان المحاطة بالخلصانة هكون مفيدة جدا بالنسبة لي لما هاجي اعمل منظومة تقريد للابراج اللي موجودة في الصحرة تعارفين خضراتكم ان البراج ده محتاج ان انا وفر لحماية علشان لو فيه طيار قصر موجود جواه احمي الفنيين والعمال او حتى لو موجود اشخاص بيشتغلوا في محيط البراج بتاعي وبالتالي هنا بستخدم هذا النوع على اساس ان المقاوم بتاعته قليلا جدا تقريبا قيمتها اقل من واحد اوم الكلام ده معناه ان اي طيار هيوجد او موجود في جسم البرج بتاعي هتخلص منه مباشرة من غير ما يكون عندي اي مشاكل لان المقاومة هنا اصبحت منخفضة جدا وبالتالي هتمرر طيار بتاعي اللي هو طيار القصر بصورة كبيرة وبصورة مباشرة تمام طيب الطريقة الثالثة اسمها الشرايح والاسلاك والكابلات المدفونة في الارض لحظوا هنا انه مديني اشكال مختلفة مره مديني سلك المستقيم مره مديني زاوية قيمة او نجمة ربعية نجمة سوداسية او مديني حلقة دائرية فيما تستخدم هذه الاشكال المختلفة وليه حضرتك عملت اشكال مختلفة هنا عندك اكيد فيه سبب او مبرر يخليك تعمل الالكتروض او القديد باكتر من شكل بيقولني هنا ان في هذه الطريقة بتستعمل شرايح معدنية او قطبان او موصلات مجدولة كالكتروضات تقريط فين بقى الكلام ده الكلام ده بيحصل في الاماكن اللي فيها السخور او اللي قريبة من سطح الارض عشان كده بنسميها الكتروضات سطحية ويلزم ان تدفن الى اعماق قبيرة في بطن الارض عشان كده لان هنا ممكن تكون المقاومة عالية بسبب السخور فبيقول لي انه بيفضل استخدام عدد اكبر من الشرايح القصيرة بدل ما يكون واحدة بس كبيرة لان استخدم اكتر من واحدة وبالتالي بيديني مقاومة اقل وبيديني جودة اعلى في عملية التوصيل من ضمن المشكلات اللي بتقابلنا في الاراضي السخورية او في اللي فيها السخور هتلاحظوا دايما ان عملية الحفر بتكون صعبة جدا لدرجة انه هو ممكن يفجر المكان علشان يقدر يحصل على الخفر اللي هو عايز يحصل عليه علشان كده عشان انا هفجر المكان او هجيب معدات علشان تحفر لي فبيبقى عندي دايما تركيزي كله على صعوبة في الحفر وبالتالي هختار الشكل من الاشكال اللي قدام حضراتكم دي بناء على شكل الحفرة بتاعتي بس هنا بيطلب مني بيقول لي بدل ما تعمل قضيب كبير خلي عندك اكتر من قضيب صغيرين حجمهم صغير او طولهم مناسب بحيث ان حضرتك تقدر تقلل من المقاومة بتاعتك وبالتالي هنا تقدر تتخلص منها تمام؟ يبقى احنا هنا دلوقتي تكلمنا عن ثلاث طرق مختلفة وكل طريقة فيهم اكتشفنا ان هي بتتناسب مع نوع معين من الطربة القضيب العادي ينفع في الارض الطينية عندي هنا طريقة زي الطريقة اللي فاتت دي اللي هي الشرايح والاشكال المختلفة تنفع في الصخور الارض الرملية وعند الابراج بتاعت الضغط العالي بستخدم فيها قطبان محاطب الخرصانة واتلاحظوا حضرتكم ان الطرق دي انا بقول المزايا والعيوب فيها وفي الاخر العميل او الشركة هي اللي بتقرر انا هشتغل بانهي طريقة بعد كده عندنا الطريقة الرابعة والاخيرة او النظام الاخير اسمه حصائر التقريد ايه حصائر التقريد؟ حصائر التقريد فكرتها بمنطها البساطة بيكون ايه عايزة تتعامل قبل المبنى اصلا ما ينشأ يعني انا دلوقتي عندي مصنع او عندي بيت او فيلا مثلا والمبنى بتاعي ده عشان هبنيه باجي هعمل فيه نظام تقريد فاعمله ازاي؟ من المفترض ان المهندس المدني او المعماري اللي هيبدأ يصوب البيت ويبنهولي بيحفر عمقه معين في الارض مثلا مترين متر ونص على حسب التربة اللي موجودة قدامه ويبدأ يفرش طبقة من الزلط والسمنت ويبدأ بعد كده فوقها بيصوب البيت بتاعي ده اللي بيحصل صح كده؟ احنا بقى وهو بيحفر قبل ما يعمل اي حاجة خالص هنيجي جايبين اسياخ من الحديد اللي هيزاي بتاعت الصبه دي كده بالزبط ونعمل منها شبكة فين تحت المبنى بتاعي يبقى انا هنا عملت شبكة مربعة او مستطيلة هتاخد الشكل اللي حضرتك انت او المساحة اللي عندك بتاعت المبنى بتاعك الميزة هنا ان انا عندي شبكة بتاعتي بتغطي المبنى بالكامل يعني مدفونة في بطن الارض تحت الايه؟ تحت المبنى علشان كده لو عندي مكان المقاومة فيه عالية هلاقي ان فيه مكان تاني المقاومة فيه من خافضة وبالتالي حضرتك في الاخر المحصلة في الاخر ان انت قدرت توجد المكان اللي موجود تحت المبنى اللي يتخلص لك من طيار القصر الشبكة اللي انت عملتها دي اللي هي المربعة او المستطيلة دي انت بتوصلها بقضية بالتأريض الرئيسي وبالتالي حضرتك هنا بتقدر تضمن انك توصل للشكل المثالي اللي انت عايزه من عملية التأريض بتاعتك ازاي؟ لان اي طيار موجود في المبنى طيار خطأ موجود في المبنى هينزل على الشبكة اللي تحت الأرض وبالتالي الشبكة مطفونة على عمق على الآل مترين وكمان فوقيها الأسياخ اللي موجودة اللي هي الحديد نفسها بتاعت البيت نفسه أو المبنى نفسه علشان كده حضرتك بتاخد الكهرباء دي وتتخلص منها في باطن في باطن الأرض أهم نوع من الأربع أنواع شباب هي حصائر الطريق مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحانات فممكن يجي يقول لك اشرح أو يقول لك اشرح مع الرسم أو وضح بالرسم فقط فحضرتك تكون مستعد لشكل السؤال اللي هيجي لك على حصائر الطريق تمام نشوف مع بعضنا الكلام ده هنا بيكلمني على حصائر الطريق فبيقول لي أن هي بتكون عبارة عن شبكة مربعة أو مستطيلة يعني الشكل بتاعها هنا بيكون على حسب شكل المبنى بتاعي من قطبان معدنية بتمتد تحت المبنى أنا بدفنها في باطن الأرض تمام وتوصل بقديم الطريق الرئيسي أنا هوصلها على القديم الرئيس اللي عندي وكمان هوصلها على الهيكل المعدني للمبنى المسافة هنا ما بين القطبان بتكون تقريبا من ثلاثة إلى أربعة متر المسافة ما بين كل القديم والآخر تمام طيب ده لو هو قال لي اشرح أو عرف لو قال لي يرسم بقى هنا قدام حضراتكم دي الرسمة بتاعتي أهو بيقول أن هنا عندي أنا حفرت في بطن الأرض وجيز زارع الإلكترودات بتاعتي أو الأسياخ بتاعتي وفي الآخر أنا وصلتهم بقديم التقريد الرئيسي بتاعي عشان أحصل على الشكل اللي أنا عايزه وبالتالي أقدر أمن المبنى بالكامل من غير ما يحصل أي مخاطر كهربية بسبب السعق الكهربي أو بسبب مخاطر كهربية مختلفة ندخل مع بعضنا بعد كده نقول لو حضرتك دلوقتي اكتشفت أن المقاومة بتاعتك لا تصلح يعني المقاومة عالية لكن لما كلمت الناس بتاع المبنى أو المسؤولين عن المكان قلت لهم المقاومة هنا عالية فأنا بقى أفضل أن تنقلوا إلكترود التاريض من المكان ده وتخطوه في مكان آخر نحن نعمل إيه دلوقتي هما جم قالوا لك لا معلش الكلام ده مش مسموح لأن احنا ما قدمناش غير المكان ده ونرى حل تاني غير أن نغير المكان يبا حتى نقول أننا كنت قلت حلين يما أن أغير المكان يما الحل التاني أن أنا أعمل إيه أن أنا أحسن من مقاومة التربة ممكن تكون تحسين مقاومة التربة هتكلفني ماديا لكن في الآخر أنت ما قدمكش غير الحل ده وإنت كمهندس كهرباء مسؤول أن تحل المشكلة دي وتحسن لهم من مقاومة إيه مقاومة التربة طيب هنحسن مقاومة التربة إزاي فلنفترض أن ده الإلكتروض الرئيسي اللي أنا زرعته ده الإلكتروض بتاعي أهو اللي أنا دفنته في باطن الأرض باجي جنبه كده بعديه بعشرة سنتي واعمل حفرة الحفرة دي بتكون بطول الإلكتروض بتاعي وأبدأ أملها بمادة من المواد اللي احنا نقولها دلوقتي يبقى الفكرة كلها أن احنا عايزين نخلي التربة بتاعتنا بتمرر طيار كهرابي بصورة كويسة أو بصورة جيدة فعشان نوصل للحالة دي أو للمرحلة دي احنا بنقول أن احنا هنعمل تحسين لمقاومة لمقاومة التربة نبصنا مع بعضينا بيقول لي هنا أول حاجة هعمل حفرة في الأرض الحفرة دي هتبعد عن الإلكتروض بتاعي بمزافة عشرة سنتي اتنين يتم تبطين جدران الحفرة بالقارميت عارفين القارميت مادة كده عاملة زي الفخار ثلاثة بتملق الحفرة بتاعتي بمادة لخفض المقاومة زي كابرتات المغنيسيوم أو كابرتات النحاس أو كولوريد استوديوم المواد دي حضرات مواد كلها بتساعد على تحسين مرور الطيار الكهرابي وبتقلل من مقاومة التربة وبالتالي حضراتك قدرت تحصل على مقاومة منخفضة بعض الناس ممكن تكون مش وقت مالها كولوريد استوديوم هو الملح بتاعنا ملح الطعام العادي بتاعنا عارفينه احنا ممكن ان احنا نجيب كيس ملح خشن اللي هو المحبب ده ونيجي حطينه مفضيينه وفيه ناس فعلا بتشتغل بالكلام ده دلوقتي كده ويجي مفضيه في الحفرة وبعد كده يردم عليها مرة تانية بالطراب أو على حسب التربة اللي أنا بشتغل فيها وابدأ اكوب عليه مياه علشان خاطر يبدأ يحسنني من ايه من مقاومة التربة خلي بالكو اللي أنا بقوله ده يفكرنا بان احنا ذكرنا ان عندي اربع عوامل بتحسن من مقاومة التربة او بتأثر في مقاومة التربة قلت منهم العمق وقلت منهم الاملاح ودرجة تركيزها اهو انا ضفت للتربة املاح عشان الاملاح دي تحسن من المقاومة بتاعتي وبالتالي تخلي المنظومة تتم بكفاءة نرجع نكمل كلامنا تاني ونقول انه بعد كده بدأ يقول لي ممكن يسألني سؤال كده من وسط السطور يقول لي يجب عمل كشف دوري يجيلك سؤالك على ايه تعالف الامتحان يجب عمل كشف دوري على الالكترودات واستبدالها اذا لازمي الامر يعني ايه كشف دوري يعني حضرتك كل فترة زمنية هتحفر على الالكترود وتبص على الجسم بتاعه هل الجسم بتاعه تضرر يعني بالبلد كده تصدى وتاكل ولا هو موجود وبيقدي دوره بكفاءة مفروض ان بعد فترة زمنية وليكن مثلا ثلاث شهور او ست شهور او على حسب المدة الزمنية اللي احنا هنحددها ونحطها في جدول هنكتشف بعدها ان بدأ يتآكل ولو تآكل بنبدأ نستبدله نشيل القديم دي نرميه ونجيب واحد جديد نركبه ونربطه على قضيه بالتقريض الرئيسي هو هنا بيسألني بقى بيقول انت ليه بتكشف عليهم كل فترة ايه كل فترة زمنية انا هرد عليها اقول له ايه بقى هقول له لان بعد انواع التربة بيسبب تآكل سريع للالكترودات الارض بتاكل الاكترود تاكل الحديد المعادن سواء كان حديد او صلب ممكن اعمل صلب مجالفا علشان خاطر يتسحمل اكتر لكن في الاخر برضو هيكل عمر افترادي وهيتاكل وبالتالي بعد فترة زمنية من المفترض ان حضرتك تبدأ تقول لي ان انا محتاج ان انا ايه ان انا محتاج ان انا اغير الاكترود بتاعي طيب سؤال كمان بيقول لي هنا في السؤال التاني يجب اجراء تبتيش دوري على المادة المعالجة كل فترة زمنية يعني حضرتك دلوقتي المادة اللي انت حضتها اللي هي كلودو السوديوم او كبيرتات الماغنيسيوم المواد اللي انت حضتها دي اللي هو الملح ده هتسيبه كده خلاص ولا محتاج ان انت كل فترة زمنية تبص عليه هبص عليه وكمان لو لقيتوا انه هو المادة اختفت يعني دابت في الارض خلاص فحضرتك دلوقتي هتبدأ تقول لي لا خلاص انا محتاج ان انا اضيف المادة مرة تانية تمام كده طيب يبقى هنا نعمل احنا ايه بقى كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقوله لالتأكد من وجودها كليتا وعدم تصربها ليه لان ممكن المادة تتصرب في باطن الارض انا كبيت عليها مية او حتى بسبب العوامل الجوية المختلفة انا عندي امطار عندي سيول فالمادة بتنزل عندي وبتدوب وبتنزل في باطن الارض وبالتالي لما هحفر عليها عشان اكتشف ان هي مش موجودة بالنسبة لي فارجع اعمل حفرة من جديد واضيف المادة بتاعتي مرة تانية تمام يبقى احنا دلوقتي النقطتين دول مهمين جدا ممكن ييجوا علي تعلب في الامتحان فناخد بالنا منهم كويس جدا انه بيسألك عن الاكترودات واستبدالها وبيسألك عن المادة اللي بتحسن من مقاومة التربة وبرضو استبدالها دايما التربة او الارض بتاعتنا بتاكل المادة اللي موجودة مهما ان كانت المادة اللي عندي لها عمر افتراضي هينتهي وهغيرها واخدت مادة جديدة تمام نرجع تاني نشوف مع بعضينا نقطة كمان عند وضع الملح المعالج في الخندق لأول مرة يجب غمر هذه المنطقة بالماء ليه بقى انا بقوله هنا حتى يتمكن المحلول من الانتشار خلال التربة انت محتاج ان الملح ينتشر في باطل الارض عشان يحسن من مقاومة التربة يمرر الطيار او الطيار يمر من خلاله وبالتالي يقدي دوره بكفاء ندخل بعد كده على منظومة الحماية من الصواعق البرقية اللي موجود قدام حضراتكم دي ده شكل الصعقة بتاعتي اللي بتضرب بتدور دايما على اعلى حاجة عندي في المبنى بتاعي علشان تضربه الصعقة هنا عندي كمية شحنات كهربية موجبة عايزة تنزل في باطن الارض فكل اللي بتعمله انها بتنقي اعلى حاجة في المبنى وتبدأ تضرب خلي بالكو ان الصعقة بالنسبة لي ملايين الفلطات موجودة عند حضرتك عايزة تنزل كلها في باطن الارض في وقت قليل جدا يعني في خلال سانيتين ثلاثة الصعقة عايزة تنزل كلها في باطن في باطن الارض زي بالزبط كده لو حضرتك مثلا يعني واحد ماسك خرطوم حنفية حريق فبواحد بيقوله عايزة شرفة بيقوله اشرب من الماء دي ازاي مش هيقدر يستحمل القوة الهيلة اللي هتجيله من كمية الماء بالزبط ده اللي بيحصل بالنسبة لي الصعقة هنا لما بتضرب وتحول تمر بتضرب في الانسان او تضرب في المبنى بتاعي وبالتالي ممكن الانسان هنا يتعرض لصعقة كهرابي في خلال دقيقة او اهل يتعرض للوفاة او حتى المبنى نفسه يحصل فيه شرارة كهربية او يحصل فيه حريق كهرابي اذا هنا الصعق الكهرابي حاجة لازم نعمل حسابها ولازم نرعيها كويس جدا ونقمن نفسنا منها لو انا كنت عايش او موجود في مكان فيه صعق كهرابي تمام طيب نشوف مع بعضينا ايه الهدف من منظومة الحماية من الصعق بيقول لي اول حاجة امتصاص الصعقة الهبطة يعني حضرتك دلوقتي اي صعقة تنزل عندك في المحيط اللي انت موجود فيه في المبنى بتاعك تمتصها اتنين عدم حدوث شرر جانبي بتعمل لي الشرارة وبالتالي الشرارة تعمل لي حريق تلاتة عدم حدوث اضرار للافراد داخل المبنى اللي انا بعنيه بالحماية يعني المكان اللي انا عايز احميه اضمن ان الافراد او الاشخاص اللي موجودين ما يحصلهمش اي مشاكل او اي ايه او اي مخاطر تمام نروح بعد كده نشوف المنظور تتكون من ايه احنا كنا قلنا قبل كده الدايرة الهوائية الجزء اللي فوق اللي فوق المبنى ده بنسميه الدايرة الهوائية اتنين الموصل الهابط او بيسموه الموصل النازل بيسموه نازل ليه لانه بياخد الصعقة من فوق سطح المبنى وننزلها في بطن الارض من غير ما تمر على المبنى وتعمل لي اي مشاكل جواه رقم تلاتة ايه الدايرة الارضية اللي انا هزرعها في بطن الايه الارض اخر حاجة الوصل والرابط المنع الشرر الايه الجانبي الاربع عناصر دول يا حضرات اللي احنا بنتكلم عنهم اللي بتتكون منهم المنظومة بتاعتي تقريبا قلناهم الحلقة اللي فاتت لكن زودنا عليهم الوصل والرابط المنع الشرر الجانبي اقصد اقول ان الموصل اللي نازل يعني انا لو افترضنا دلوقتي ان انا عندي المبنى بتاعي مثلا عشرين دور فانا هنا هاخد الكهرابا بتاعتي من فوق لحد الارض فمتخيل معايا الكابلات ماشية ارتفاع عشرين دور فعلشان كده عشان احمي نفسي والكابلات دي تكون مسبتة جيدا بثبتها كويس جدا كمان بثبتها فوق في منظومة الحلال الصاعق بثبتها فوق في الصاعقة نفسها او في منعة الصاعق وبثبتها كويس في بطن الايه في بطن الارض يبقى هنا ان المبنى بتاعي اللي موجود معايا ده انا ضمنت ان عندي الكابلات اللي ماشية واللي ظهرة مع حضراتكم او موجودة قدام حضراتكم في المبنى بتاعكم انتم مسبتينها كويس جدا في المبنى ومسبتينها من فوق ومسبتينها كمان من تحت طيب نبدأ بقى نشوف المنظومة هنا ده شكل بالنسبالي مبنى عندي اهو المبنى دي في صاعقة بتضربه فعشان يحميه راح اعمل المنظومة بتاعتي المنظمة زي ما حضرتكم شايفين بتاعتي عندي فوق الدائرة الهوائية قادي الدائرة الهوائية اهي وخد منها الكابلات او الموصل الهابط او النازل اللي نازل في بطن الارض ينزل ويجي واخد نفسه ياخد الكهرباء اللي هي طيار القصر وينزلها او يفراخها في بطن الايه في بطن الارض تمام يبقى هنا قدر يوفر الحماية لمبنى زي اللي موجود قدام حضرتكم ده شكل من الاشكال اللي احنا بنتكلم عليها بنقول هنا ان انا عندي المبنى بتاعي بسبب الصحب والشحنات اللي فيها هيتفرغ كمية من الكهرباء في بطن الارض فبتدور على اعلى حاجة في المبنى وتضربه انا هنا موفر المنظومة بتاعتي عشان تحميلي المبنى خلي بالكم هنا انا اخترت اعلى مبنى عندي لان هي دايما لما تضرب وتضرب اعلى ارتفاع وبالتالي انا لما بنفذ المنظومة بنفذها على اعلى مبنى موجود في المكان طيب لما اجي اعمل منظومة حماية من الصواعق هبص على ايه قال لي اول حاجة الموقع جغرافي للمبنى يعني مش منطق ان انت تيجي تعمل لي منظومة حماية من الصواعق لبيت مثلا دورين وجنبيع مرة عشرة دور حاجة مش منطقية لان انت كده كده هي بتضرب اعلى مبنى اتنين مساحة المبنى اللي انت هتشتغل عليه هو المبنى اصلا صغنون فهنتعمله حماية ليه لكن لو انا عندي مصنع او مبنى ممتد فالطبيعي ان انا هفكر في حمايته ثلاثة الغرض من استعمال المبنى بتاعي يعني انت عامله هل هو مخزن او مصنع او مبنى سكنة او ايه بالزبط كمان بيقول لي التكوين الانشائي للمبنى هو المبنى ده عبارة عن عنابر دور جنب دور او 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 دا جنب او دا ولا هو مبنى ادوار في بعضيها ولا هو عبارة عن عنابر او ايه بالزبط كمان بيقول لي موقع المبنى المبنى ده جوى المدينة فخلاص انت مش محتاج اصلا تعمل منظومة الحمام للصواق لان عندك حاجات موجودة في المكان اعلى منك او خارج المدينة ولا في مكان مثلا على جبل او في ارض زراعية كل مكان لتعامل مختلف نروح بعد كده نشوف مع بعضينا الشروط الواجب توفرها في ملعة الصواق انا محتاج ان انا اوفر حاجتين الحاجة الاولين هي تكون عازلة عند الضغط العادي للخط وكمان ان هي تكون موصلة عند الضغوط العالية جدا وكلان انت بيحصل فين في منعة الصواق انا هنا هتكلم على مجموعة من منعات الصواق المنعة دي هتتركب او هتركب على المبنى بتاعي لكن هتبقى خاصة مش بجسم المبنى خاصة بالكابلات او بالاسلاك او بالخطوط الهوائية الموجودة عندي علشان كده اول نوع سماه منعة الصواق القرانية ودي النوع التاني سماه منعة الصواق ذات الانفصال الكاروي نبدأ في الاول نقول القرانية عاملة ازاي هو هنا لان احنا اتفقنا انه هيركب منعة الصواق على خطوط الطيار اللي هي بتاعة الطيار الكهرافي فهنا ركب منعة الصواق ثلاثية ادي عنده خطوط الطيار بتوع الشبكة هون التلاتة طرف من منعة الصواق عامل زي الارد بالضبط اهو متوصل بالخط الهوائي والطرف التاني متوصل بالمقاومة ومنه بينزل الى باطن الارد لان انا عندي ثلاث خطوط هوائية فانا هنا عامل كام مقاومة ثلاث مقاومات ومركب ثلاث مانعات صواق يبقى المانع هنا عبارة عن جزئين جزء بتوصل بالخط الهوائي والجزء التاني بيتوصل بالمقاومة ومنه بينزل الى باطن الارد تمام نروح على النوع التاني او نقول هنا مع بعضينا انه بيركب من موصلين على شكل قرن كل ارن فيهم بينهم صغره هوائية واحد بتوصل بالخط الهوائي والتاني بتوصل بالارد ومجرد ما تحصل الصعقة بيبدأ يفرغ الشحنات الكهربية ويحمي الخط الهوائي من اي مخاطر يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على منعة الصواعق اتكلمنا على ازاي احسن من مقاومة التربة وازاي ان انا اضيف المواد اللي تخلي مقاومة التربة منخفضة وبالتالي تأدي دورها بكفاية اتكلمنا على الشحنات الكهروستوتيكية بكده تكون حلقة النهاردة خلصت نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة